ادارة النشاط الجمعوي وتسير وي تنظيم تطوعي يحتاجان إلى تقنية وساليب علمية تلك هي أبرز ما جاء في الدورة التكوينية التي استفادت منها 15 جمعية ناشطة بتيالت هناك تقريبا حتى 30 مشارك احنا نشوفوا بليا ديجان ولا ديبيرس يديروا جمعية ومن بعد يلقوا مشاكل لا يعرفوا كيف يصيروها الدورة تميزت بمحاضرات لمكونين قدموا القواعد العامة للتسيير الإداري والمالي للجمعيات وبورشات تدرب فيها المشاركون على إنجاز نماذج لخطط عمل تم عرضها على باقي المشاركين أولئك استحسنوا الدورة هذه الدورة تدخل في إطار نشاطات هيئة تابعة لشبكة ندى طبعا احنا المركز راهو متبني حاليا من طرف الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق طفل لهي اهتمت موضوع تقوية قدرات الجمعية ويبقى هاجس ضعف التمويل والذغوط الإدارية وتحزيب النشاط الجمعوي من أهم معيقات نجاح الجمعيات إلا من رحمه ربي